من هالبناية يرتفع صوت اليقين خلي لك ويانا أثر طول السنين جد عظيم الصدق بيت الحسين جد عظيم الصدق بيت الحسين ساهم وخيذ باسمك سهم بالآخرة ترفع علم ساهم وخيذ باسمك سهم بالآخرة ترفع علم جد عظيم الصدق بيت الحسين بيت الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامنا وإيامكم بفرحة الزهراء سلام الله عليها وسائلين المور القدير أن يمنى علينا بزيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة مشاهدين متابعين هذه حلقة جديدة من برنامج بيت الحسين عليه السلام ونقولكم أسعد الله أيامكم بهذه الأيام الأيام العطرة وهي فرحة الزهراء سلام الله عليها بتتويج الإمام صاحب العصر والزمان وموت الظالم الأول وكاسر ظلعها ونسأل الله أن يلعنه لعنا وبيلا بحق محمد وآل محمد مثل ما وعدناكم مثل ما عودناكم بداية كل حلقة أن تكون لكم زيارة من حرم الإمام الحسين عليه السلام وحرم أبي الفضل عباس سلام الله عليه خلنا نتوجه إحنا وياكم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا بل فضل العباس السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلا السلام عليك يا حامل اللواء السلام عليك يا كافل الحوراء السلام عليك ورحمة الله وبركاته أسأل الله علي القدير إن شاء الله هذه زيارة مقبولة تكون لكم ومغفرة لأمواتكم بحق محمد وآل محمد وقضاء لحوائجكم وشفاء لمرضاكم لكل إنسان يتابعنا الآن ويساهموا يانا في إكمال بناية بيت الحسين عليه السلام دار السجاد سلام الله عليه من أجل إن شاء الله أيضا يعني خلني شوية إن شافي من جراحات القليل من جراحات الحسين من جراحات السيدة الزهراء سلام الله عليه بنقل رسالتهم ونقل أحاديثهم ونقل علمهم لكل أنحاء العالم من خلال مساهمتنا في مشروع بناية مجموعة قنوات إمام الحسين الفضائية دار السجاد سلام الله عليه لنشر هذه العلوم لكل أنحاء العالم إن شاء الله وهذه أرقامنا موجودة أسفل الشاشة أي شخص موالي محب لأهل البيت سواء كان من داخل العراق أو خارج العراق يتصل على هذه الأرقام ويقدر يستفسر عن تفاصيل هذه البناية وش وقت بدأت هذه البناية وين واصل إكمالها وشنو يقدر يساهم وشنو الطريقة اللي يقدر يوصل بيها المبالغ الأخوة موجودين بانتظاركم على كافة التفاصيل راح يجاوبوكم والاستفسارات أيضا يجاوبوكم اليوم يعني التاسع من الربيع الأول هو يوم فرحة الزهراء سلام الله عليها والبعض يسائل شنو سبب الفرحة الزهراء هل يعترى الزهراء فرحة الزهراء فرحة بتتويج الإمام ببداية منقذ البشرية ببداية إمامة صاحب العصر والزمان روحي له الفداء اللي راح ياخذ ثارها من كل أعدائها وأعداء الدين والمذهب وكل مبغضين شيعة أمير المؤمنين وأهل البيت سلام الله عليهم هو صاحب العصر والزمان اللي راح يملأ الأرض قسطا وعدلة بعدما ملئ الظلما وجورا فأكيد تفرح بهذا الإمام من أولادها اللي راح ياخذ ثارها وراح ياخذ ثار أولادها وأيضا فرحة بقتل الظالم اللعين الملعون اللي كسر ظلحها واللي يتعدى وأخذ حقها وغصب الخلافة أكيد هذه فرحة يعني ما بعدها فرحة إنه لمن واحد يشوف أنه الظالم اللي يظلم حقوق الناس وياخذ حقهم وياخذ الشيء موئلة ومن يقتل راح تصيبه فتفرحه فأكيد السيدة الزهراء فرحت فيه هذا اليوم فهذه فرحتين وإن شاء الله الفرحة الكبيرة إنه لشيعة أمير المؤمنين وللسيدة الزهراء سلام الله عليه يوم ظهور صاحب العصر والزمان ويملأ الأرض قصطا وعدلا إن شاء الله يا الله بحق صاحب العصر والزمان عجل فرج صاحب العصر والزمان فيا مشاهدين إحنا من أجل التمهيد لدولة الإمام صاحب العصر والزمان لابد أنه نكون عمل في زمن الغيبة ولابد أنك واجبات على المؤمن في زمن الغيبة وعلى المؤمنة أيضا يعني إحنا ما نستثني المؤمنين والمؤمنات كلنا له واجبات يعني واجبات عليه لازم يأديهم في زمن الغيبة شنو واجباتك في زمن الغيبة كثيرة منها نشر علوم محمد وآلي محمد أنت اليوم كمؤمن ومحب لأهل البيت وموالي لأمير المؤمنين سلام الله عليه وأنت كمؤمنة موالية للسيدة الزهراء موالية لأمير المؤمنين سلام الله عليه عليك واجب وأيضا أنت عليك واجب والواجب أن تنشر علوم محمد وآلي محمد سلام الله عليه راح تقول أنا شون أقدر أنشر هذا العلوم وأنا ما متعلم وأنا ما دارس علوم دينية وما دارس فقه أهل البيت ولا قارئ أحاديثهم ولا أنا من اللي يطالعون الكتب وعدهم مكاتب ويروحون للمكاتب يتعنون ما أعدي كل هذا الشي أنا رجال على قد حالي أو أروح الدوامي أو أروح البسطيتي أو أنا مثلا مرة ربت بيت وما أقدر يعني ما أعدي هذا التفقه والمعلومات هذه الكافية زيني شون أنا أنشر علوم محمد وآلي محمد أنا راح أجاوبك وراح أطيك الحل البسيط والسهل اللي تقدر أنت تنشر علوم محمد وآلي محمد وإنت ببيتك وإنت بوظيفتك وإنت بمكان عملك أنه ساهم في مشروع ينشر علوم محمد وآلي محمد لأنه وعندنا روايات وأحاديث يدل أنه اللي اللي ساهم في شيء فيه لله رضا أو اللي يستمع اللي لشيء يتكلم عن الله إنما عبد الله وهذه روايات كثيرة أيضا فلما انخطيب أنت تهيئ مجلس أو تهيئ تدعم قناة من خلالها يبث علوم محمد وآلي محمد وإنت تدعم هذه القناة راح تنطي وهذا الخطيب أو هذا المقدم أو الباحث الإسلامي من راح يتكلم عن علوم محمد وآلي محمد وإنت مساهم من أجل نقل هذه الصورة راح أنت كنت ناشر لعلوم محمد وآلي محمد لا لا أكيد كنت أنت من الناشرين المهيئين لنشر علوم محمد وآلي محمد كأنما أنت جاي تتكلم كأنما أنت جاي تنقل علوم محمد وآلي محمد فهذه من واجبات المؤمن في زمن الغيبة أنه يكون من ناشرين علوم محمد وآلي محمد ويوصل رسالة أهل البيت فهذه الأرقام موجودة أسفل الشاشة وخلي هذا الواجب الطبق على نفسك في زمن غيبة الإمام ومن خلال هذا الواجب اللي إحنا نعتبره واجب علينا أنت راح تهيئ لدولة الإمام سلام الله عليه عندنا اتصال ويلأخ أبو زهراء من محافظة ذيقار السلام عليكم أبو زهراء أبو زهراء تسمعنا ألو أبو زهراء الظاهر أبو زهراء يعني انقطع الاتصال فهذا نعتبره واجب أنه في زمن غيبة أنه نوصل رسالة أهل البيت ونوصل علوم محمد وآلي محمد حتى نساعد على التهيئة لدولة الإمام صاحب العصري والزمان زين أنا من أنشر علوم محمد وآلي محمد شلون أنا راح أهيئ لدولة الإمام أنا راح أجاوبك هذا التساءل موجود أنت لمن نشرت هذه العلوم وصعد خطيب أو صعد إنسان باحث على هذه القناة وتكلم والقناة احنا قلنا قناتنا عبارة عن مجموعة قنوات كل قناة تتكلم لها سواء كان بالأجنبية سواء كان بالأردو سواء كان بالآذرية يتكلم هذا عن علوم محمد وآلي محمد وعن قضية الإمام الحسين عليه السلام عن قضية سيد الزهراء سلام الله عليه واستمحه هذا الإنسان الأجنبي اللي من يعرف شيء عن الإسلام ولا يعرف شيء عن مذهب أمير المؤمنين وبدأ يتابع هذا الموضوع ويسأل ويسأل إلى أن وصل إلى طريق الهداية واهتده انتهيئت أول نفر في دولة الإمام جذبت إنسان إلى شيعة أمير المؤمنين أول مستفسر كان بسببك فأنت هيئت لدولة الإمام لأن دولة الإمام بيها شنو؟ بيها نشر علوم محمد وآلي محمد والإمام يجمع الناس كلهم على دين واحد هو دين محمد صلى الله عليه وآله هو دين الإسلام فأنت جاي تجمع أيضا والتهيئة لدولة الإمام فهذه هي التهيئة لدولة الإمام من خلال هداية الأشخاص من خلال القنوات الفضائية والمجالس الحسينية وما شابه ذلك فهذه أفضل تهيئة لدولة الإمام إنك ساهم في مشروع لنشر علوم محمد وآلي محمد وأيضا إحنا ما نستذني أصحاب الحوائج والصدقة الجارية اللي كثيرا نتكلمنا في الصدقة الجارية والمتابعين يعرفون يعني يمكن بعضهم حفظ الأحاديث وحفظ الروايط اللي تكلمنا بها عن الصدقة الجارية وأيضا حتى قصص واقعية تكلمنا بسبب آثار الدنيا من الصدقة الجارية وآثار الآخرة فناس كثيرة اللي ساهموا في أمور لنشر علوم محمد وآلي محمد الله عز وجل وأهل البيئة سلام الله عليهم عطوهم حوائجهم اللي ما كانت عدة ذرية الرزق الذرية واللي كان عنده مريض تشافى هذا المريض واللي كانت عدة حاجة مستعصية قد قضيت هذه الحاجة بفضل شنو مو فضل ملا حسين أو سيد عماد أو سيد حوراء أو الناس العاملين بهذه القناة لا الفضل للحسين الفضل لله عز وجل شنو السبب لأنك انت ساهمت في إيصال هدف أهل البيت هو نشر الإسلام هو نشر التسامح هو نشر المساواة بين الناس هو نشر العون والمساعدة بين الناس مساعدة الفقير مساعدة الأيتام والكثير من الأمور الاجتماعية أنت ساعدت في نشرها ولذلك أنت حاجتك تقضى ومريضك يشافى وإذا ما كانت عندك ذرية ساعدك ذرية وأهل البيت ينطون ينطون بدون أي سبب ينطون لأن الله كريم وهل البيت هم حجج الله في الأرض هم أبواب الله وهم كرماء يتصفون بصفات الله عز وجل فيا أخواني يا أخواتي الموضوع مو سهل مو يعني أنت ديرها الساعة القناة تشوف والملة يتكلم والملة حسين جاي يتكلم هساهم يتكلمون هما نتعال اجمع تبرعات للبناية واش معرفنا ويغلب لا أنا أفكر أنه أنا هذا تبرعي ومساهمتي واتصالي من راح أخلي هذا المساهم شنو اللي راح حصله أنا جاوبتك عن كل اللي تحصله أولا تحصل التهيئة لدولة الإمام صاحب العصر والزمان ثانيا تكون أحد أنصار رسالة الإمام الحسين عليه السلام عفوا ثالثا تحصل لك صدقة جارية في هذا المكان في جوار الحسين عليه السلام على هذه الأرض المباركة الطاهرة اللي تطهرت بدماء الحسين اللي راح ترتفع يوم القيامة تكون بقعة من أراضي الجنان من جنات الخلد بعد شنو تريد وأيضا حواجك ومرضاك كلها مقضية ومرضاك أيضا يشافون بفضل بفضل مساهمتك بفضل نشر علوم محمد وآله محمد فإحنا اليوم من الحاجات المهمة جدا قلنا هي تمثل قلب القناة هي غرفة الراك وقلنا غرفة الراك هي المسؤولة عن عن البيانات وعن البيث وعن كل شيء موجود بالقناة من أنترنيت من نقل مباشر من حفظ البرامج دقة الصورة وما شابه ذلك كلها هذه غرفة الراك هي مسؤولة عن هذه الأمور اللي تحدثت بيه وأكو أكثر لأن احنا مو اختصاصنا فما نعرف الأشياء الأكثر موجودة في هذه غرفة الراك ولكن أصحاب الاختصاص أصحاب الاختصاص هسه يعني يعرفون شنو كلامي وشنو أنا جاي أتكلم فغرفة الراك نحن قلنا تمثل مثل القلب الموجود في جسم الإنسان وهذا القلب إلى موجود الجسم يشتغل ما موجود ما يشتغل عدنا اتصال وهي الأخت أم علي من محافظة من محافظة كربلاء قضاءة واريجي السلام عليكم أم علي وعليكم السلام ورحمة الله أسعد الله أيامكم يا أم علي بفرحة الزهراء سلام الله عليكم إن شاء الله جعلكم الله من المتبرئين من أعداء أهل البيت سلام الله عليهم الله يحفظكم يبارك بيكم يا أم علي ويسلمكم وإن شاء الله يجعلكم من خدام السيدة الزهراء سلام الله عليها إن شاء الله في الدنيا وإن شاء الله من حواريين السيدة الزهراء في الآخرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إحنا من المتبرئين بقرات الإمام الحسين بحينا الله وأهل البيت بس أدنا مرضى أدك نلقا Traditional بشفال عادي. إن شاء الله ببطن عيني. أنا أدعي لهم إن شاء الله في هذا اليوم تحت قبة سيد الشهداء. الله يسلمك يا أخويا. الله يسلمك لأن أدي زوجة أخويا حادث صارعتها. لا إله إلا الله. عادي السيارة عند أدعي لهم بالشفال عادي. وأخويا كثرت إيدي. وعدي ابن أخويا همات. يعني عائلة كلها معظمة. أدعي لهم بالشفال عادي. بعد الله عنكم كل شر إن شاء الله بحق محمد وعلى محمد. إن شاء الله ترك أساميكم عد الأخوة الموجودين. إن شاء الله نترك الأسماء. وإن شاء الله أنا أكون بخدمتكم. أم علي. شنو الغاية والهدف من مساهمتكم لمجموعة قنوات إمام الحسين الفضائية. هدفنا وغايتنا من مساهمة إمام الحسين الفيدي الشهداء. أول شيء. إحنا من الموالين إنهم. أو ثاني شيء. لأدى لأخويا لأدى ما عادة. أحسن ما يبدرها منا ومنها ينطيها للفتح على هدف البيت. هذا ثاني شيء. والشيء الأهم يقول لي هدف ألف دينار. الله يعوضها مئة ألف دينار. محسنتي. صح. إن شاء الله نحن بالمؤسسة الأيطام نتبرع. بالحسنة الإمام الحسين نتبرع. وأي شغلة الطبوها من أدنى نحن برسم الخدمات. والنعم منكم. جزاكم الله خير الجزاء يا معلي. الله يسلمك. الله يحبك. هذه هي صفات خدام الحسين وخادمات سيدة الزهراء. إن شاء الله. بحال الله نبك نمي معانيهم. إن شاء الله. زين وعلي شنو رسالتك لكل إنسان حاليا يسمع صوتنا. يسمع صوتكم وشاهدنا. تفضلوا. أنا أقول لك رسالتنا إن شاء الله كل إنسان يسمع صوتنا. في خدمة أهل البيت أحسنتي. شكرا لدينا مدرب إساغم بمناسسة الإمام الحسين. من الصندوق الأيتام من الصندوق البناء. إن شاء الله نتبرع. وكل إنسان يسمع صوتنا. حتى كان أكهرات بسيطة تبرع من عدة. أطلع. برق بين المؤسسة الإمام الحسين الأيتام. دعي خزين الآخرتها. دعي خزين الآخرتها. دنيا آخرت. خزين دنيا آخرت. لأن الدنيا هذا ما يقولون دنيا كثيرة. صح له. بالفعل. أنا ساعة أرى أن الإنسان ما موجود. فأحسن شيء. أنا أقول لكل واحد عنده أو كل وحده قد تبضع بأي مبلغ. حتى لو كان مبلغ بسيط. صفات أمو البنين. الحسينة الإمام الحسين. صندوق الأيتام. من أي مكان. إجهلا سمس مبلغ تخلي. الله سيجيدها. لأن أنا جرابتها. أنا جرابت. مبلغ قليل. الحمد لله. الحمد لله. وعي بالمجتمع. فأكيد أهل البيت ما راح يقصرونه إياهم أبدا. شكراً لكم يا أم علي. الله يبارش بكم. شكراً لكم على هذا الكلام الوافي. طبعاً مشاهدين. حقيقة الإنسان من يكون خادم لأهل البيت سلام الله عليهم. لازم يعرف هو شنو الغاية والهدف من خدمته. يعني أكو واحد يخدم حتى مثلاً ينال مرتبة عنده الحسين. أنه يكون قريب من الحسين سلام الله عليه. وهذه أفضل خدمة أنا أشوفها. وواحد يخدم حتى مثلاً عنده مريض حتى الله يشافه. أو عنده حاجة أو ما شابه ذلك. وأكو إنسان يخدم بدون لا يريد مرتبة ولا يريد قروب ولا يريد قضاء حاجة. خدمته حباً بالحسين. وأنا أشوف الكثير من الناس اللي نتصل بيهم ونتواصل إياهم. ونقول له شنو الغاية من خدمتك. يقول والله حب الحسين. أنا أحب الحسين وجاي أخدم زوار الحسين على حب الحسين سلام الله عليه. وهذه أجمل خدمة. أنه هو يحب الحسين ما يريد من الحسين أي شيء. أريد أنه مجرد يقدم أمواله يقدم كل شيء من أجل رسالة الإمام الحسين عليه السلام ومن أجل الحسين سلام الله عليه. فهنيئاً لكل خدام الحسين اللي يبدلون أموالهم في خدمة محمد والي محمد وأهل البيت الجزاء العظيم ضامين لهم. سواء كان في الدنيا راح يطوهم جزاء وأيضاً بالآخرة أكو جزاء لهم. فنرجع إلى احتياجاتنا حتى إن شاء الله خدام الحسين اللي يشاهدون حالياً خدام الحسين خادمات السيدة الزهراء سلام الله عليه. يتصلون على هذه الألقام ويساهمون إيانا في إكمال هذه الغرفة أو قلب القناة. عدنا أول احتياج موجود في غرفة الراك. هي بها احتياجات كثيرة ولكن هنعرض لكم القليل. من يكتمل هذه الاحتياجات راح نتطرق أيضاً الاحتياجات البقية. عدنا أول احتياجات هي البطارية القابلة لإعادة الشحن. هذه البطارية هي المسؤولة عن تشغيل غرفة الراك. أجهزة الغرفة. وهذه البطارية يعني تشحن نفسها بنفسها. يعني مو استهلاكية. هذه يعني تكون صدقة جارية. اللي يفكر ويقول أنا أساهم بشي يكون إليه صدقة جارية. ليس شيء استهلاكي يبقى ليوم أو سنة وكذا وينتهي. لا هذه تبقى مستمرة لكم. نحن نريد 72 بطارية. البطارية القطعة الوحدة سعرها 106 دولار. البطارية الوحدة. يعني بعد أن تعرفون جد بالعراقية تقدرون تقسمونها على جد اليوم الدولار. تطلع عندكم مبلغ جداً بسيط. تقدر ساهم البطارية بنية الصدقة جارية وبنية نشر علوم محمد والي المحمد. المبلغ الكلي اللي خدام الحسين على حب الحسين سلام الله عليه. ويقول أنا أريد أخلص هذه القناة من هذين البطاريات. وأنه أشتريهم كل هذه البطاريات. على حب الإمام الحسين عليه السلام وليدي لآخرتي. المبلغ الكلي للبطاريات هو 7632 دولار. تشتري كل البطاريات ولا نسالف عليهم أيضاً. بعد مخرجنا خلنشوف الاحتياج اللي بعده. الاحتياج اللي بعده اللي هو فيديو اللي اسمه هذا. بيديو هو جهاز اسمه بيديو اللي هو عبارة عن وحدة توزيع الطاقة. هذا يوزع الطاقة من البطاريات إلى كل أجهزة الراك. احترافي جداً وبجودة عالية. أو بضمانات يعني بضمانات أصلية وحقيقية. هذا احنا نريد من عدة هذه القطعة نريد منها 14 قطعة. عفواً. سعر القطعة الواحدة 102 دولار. هذه القطعة الواحدة 102 دولار. يعني أشوفها مناسبة جداً. المبلغ الكلي يعني الـ 14 قطعة يصيراً كلهم اللي واحد مثل الخدام الحسين راد يعني يشتريها لهذه القناة لبيته الحسين لدار السجاد. سلام الله عليه. القطع كلهم يصيراً 1428 دولار. يعني إن شاء الله نحن بالأيام القادمة راح نحاول أنه نحسبهم بالدينار العراقي أيضاً حتى الأهلنا وناسنا اللي ما يعرف بالدولار راح نشرح له أيضاً إجد يكون بالعراقي. هذه بالنسبة لوحدة توزيع الطاقة البيديو اسمها الاحتياج الثالث اللي هو مثل ما موضح أمامكم بالشاشة اللي يشوفونه هذا الراك هو هذا اللي نتكلم عنه الراك اللي يجمع كل الأجهزة بداخله اللي هو باب الأمامي الزجاجي يكون مرن مع لوحة سفلية هذه اللوحة تكون هي حافظة لكل المن لكل هذه الأجهزة نحن نريد من عدة تسع قطع القطع الوحدة سعرها 1334 دولار الرف الكامل اللوحة القدامكم الكامل سعرها الواحدة 1334 دولار التسع قطع كلهن سعرهن إيجا قد يصير يصير 1206 دولار 1206 دولار هذه الراك كله نقدر نشتري بهذا المبلغ إذا أحد خدام الحسين ساهم بهذا المبلغ الاحتياج اللي بعده أكون مخرجنا اللي هو هذا الكارت اللي هو هذا الكارت مسؤول عن النظام الخاص والترخيص ووحدة التحكم بغرفة الراك الوصول إلى الترخيص موارد ووحدة التحكم هذا نريد من عدة ست قطع هذا مهم جدا يعني إلى أهمية أيضا كل الاحتياجات هذه المهمة يعني شيء يكمل شيء إذا أكون شيء نقص به ما رح تشتغل غرفة الراك وهذا أنا شوفه يعني مناسب الخدام الحسين أصحاب الدخل المحدود يقدرون يساهمون به هذا السعر القطع الواحدة ثلاثمية وخمسة وسبعين هو عبارة عن ست قطع سعر القطع الواحدة ثلاثمية وخمسة وسبعين دولار المبلغ الكلي هو ألفين ومئتين وخمسين دولار يعني نحن نكتفي لكن أكو أجهزة كثيرة في غرفة الراك بس ما نقدر نسويها يعني خلن نقول بمصطلحنا هوسع عليكم وما تعرفون بما نساهمون تدريجا نبدو إياكم في إكمال هذه الغرفة المن مو الخدمة مولا حسين ولا سيد عماد ولا سيد حوراء الخدمة محمد وآلي محمد الخدمة أئمتنا وسادتنا من أجل حتى نوصل رسالتهم وكلامهم وحاديثهم يعني الإمام الحسين سلام الله عليه من إجه من المدينة ترك بيته وترك عشيرته وترك ناسه وإجه إلمن إلى إلى الكوفة قاصد الكوفة من أجل شنو من أجل لأن الكوفة تستغيث من الظلم من الجور من الجوع من الفقور إجه يحررهم إجه حتى ينشر علوم جدة محمد صلى الله عليه وآله وعلوم أبي أمير المؤمنين سلام الله عليه زين إحنا إحنا ليش ما نقتدي بالحسين سلام الله عليه ليش ما نكون من أنصار الإمام الحسين عليه السلام في هذا الزمن الحسين مقدم أولاده مقدم كل شي من أجل نشر هذا الدين ليش ما نقدم إحنا يعني أنت أموالك اتقارنها ويدماء الحسين لو اتقارنها ويا عبد الله الرضيع لا شيء هذا لا شيء يعني لا يقاس الثراء بالثرية فيا خدام الحسين ويا خادمات السيدة الزهراء نداء من أرض كربلاء إلى مسامعكم إلى كل بيوتكم أنه قناة الإمام الحسين الفضائية وبيت الحسين بحاجة لإكماله من أجل نشر علوم محمد وآله محمد فاتصلوا على هذه الأرقام وساهموا يا نا جزاكم الله خير الجزاء والجزاء عد السيدة الزهراء سلام الله عليه بما أنه احنا أيام فرحة خلنذكر خلنذكر شوية السيدة الزهراء بهذه الفرحة يقول الشعر لن يفرح الزهراء إلا المنتظر لن يفرح الزهراء يبدو ويفني كل عالج قد كافى وعد أكيد حين يظهر ثائراً من ظالم أو جاحد أو قد فجر من كاسر ظلع الحسين بكربلاء أو قبله ظلع البتولة قد كسار من كاسر ظلع الحسين بكربلاء أو قبله ظلع البتولة قد كسار اليوم تنصيب الولي فهلهلو اليوم تنصيب الولي فهلهلو واليوم والله واليوم والله من لفاطم قد عصار واليوم والله من لفاطم قد عصار جعنا الله وإياكم من المتبرئين من أعداء السيدة الزهراء وجعنا الله وإياكم من أنصار صاحب العصر والزمان لأخذ بثأر الزهراء سلام الله عليه والأيام القادمة أيام شهادة السيدة الزهراء أيام عظيمة على أهل البيت الظلامة الأولى هي الأيام القادمة فإن شاء الله جعنا الله وإياكم من مؤدين حق السيدة الزهراء سلام الله عليه طبعا ما ننسى أرقامنا موجودة أسفل الشاشة تتصون إن شاء الله وعلى حب السيدة الزهراء ومن أجل نصرة السيدة الزهراء إن ساهم في إكمال دار السجاد وبيت الحسين عليه السلام طبعا حلقتنا انتهت لهذا اليوم ونحن بدنا نطول إياكم أكثر ولكن هذا وقت البرنامج وإن شاء الله نلتقيكم غدا في حلقة جديدة مع الأخت والزميلة ستحوراء في برنامج بيت الحسين عليه السلام في أمان الله من هالبنا يرتفع صوت اليقين خلي لك ويانا أثر طول السنين جد عظيم الصدق بيت الحسين جد عظيم الصدق بيت الحسين ساهم وخي يذب اسمك سهم بالآخر ترفع علم ساهم وخي يذب اسمك سهم بالآخر ترفع علم جد عظيم الصدق بيت الحسين بيت الحسين